أخبار اليوم يكتب له كلام من برنامجه وهو ده البرنامج بتاعي واحد بتعيش حاجات كده أول مرة نشوفها أصلاً ماشي بس فيش ماب قريبين من سنك كده مترشحين كم ممكن تساعده لا بص حضرتك أنا أقولك على حاجة أنا بقالي أكتر من أسبوع بيتارد عليك فلوس وبيتارد ناس جات لنا وغاية البيت عندنا ستات بيلفوا كده بورا ياخد صورة البطاقة والصوت بعد دي كده الصوت يوصل النهاردة وغاية 400 جنيه أعزي تاني حضرتك أعزي أن ننتخيب بس أنت في أكيد ناس ما بتعملش كده يعني مش كلهم بيعملوا كده ما هو اللي ما بيعملش كده المندوب بتاعه هو اللي بيعمل كده أصلاً أنا مش مرشح حاجة أقول لحضرتك تعالي انتخبيني وغدكي فلوس لا المندوب اللي معا هو بيبعد نفسه عن أي شبهات إنما هو الموضوع كله في المناديب اللي معا في كذا الشاب بنفس الموقف بتاعك أنت لو حضرتك عايزة أن أجيبلك ميد بطاقة دلوقتي من شباب زميلي أجيبلك ميد بطاقة الناس دي ما ننزلتش انتخبت مستنين بكرة يقفوا آخر ساعة قدام المدارس عشان خاطر ناس تخرج بره تقول لهم تعالوا خشوا وخوضوا فلوس وهو ناس كتيرة جداً ما ننزلتش المقاردة بسبب الموضوع أقول لك بكرة أنا وقفوا قدام اللي جانب قدام المدرسة سيخرج واحد الناس منفهمهم كده وواحد كان منفهمهم كده قال لي أفقد آخر ساعتين قدام باب المدرسة وما عليك شدعوا هتلاقي الناس كده جاية تنتشك اللي عارض عليك 300 جنيه اللي عارض عليك 400 جنيه يعني أنت مش مقتنع بالانتخابات البراس أنا مش مقتنع بالكلام ده كله أصلاً الميت شاب ولا الميت شاب مستنين خلاص بقى أنا وشباب كلها الشباب أصلاً ما عليش شي لو واحد مجري ولا مرشح من الشباب بيجروا وراه مثلاً عشان حلم اللي هو يوظفه حلم شغلانا إنما مش العشاقات من بس حضرتك يعني هي بس هو الموضوع مش موضوع وظيفة ولا كده الموضوع موضوع ده حجم الشباب كامل جيل كامل ليه مش تدسوا بالنسبة لأن الشباب أنا مش شايف حد اللي أنا مستهل اللي أنا نديله صوت لإني لغاية دلوقتي مش رفتش واحد برنامج بتاعه فقد نقول له كله يعني زي ما بيقوله كده كلام على ورا بالبلد كده ما شفتش حد لغاية دلوقتي وبعدين الموضوع الفلوس اللي حصل دوت يعني دي حاجة تخلينا خاف أكتر أنت كليت إيه؟ أنا لأ أنا دمواها المتوسط وواحد زي الحج اللي لسه داخل دوت أنا دوت راجل كبير مع ريشش يعني هو علها بإزان وقال لك إحنا فضلين أيومين في الدنيا يعني الموضوع كله عن الشباب أنا يعني لغاية دلوقتي ما شفتش واحد يستهل أنا طلقت لغاية اللاجنة فوق ونزلت تاني لأنني ما فيش حد أصلا يستهل عشان الناس ما تقولش إيه اللي الشباب ما بتنزلش لا إحنا نزلنا هو تروحنا المدارس بس ما حالش يونها ينتخل ومش أنا بس أنا لغاية أكتر من عشان صاحب ما مش حدي فيه أمراضي ينتخل وجينا نزلنا روحنا قدام المدارس عشان ما أنا قولش اللي إحنا إيه بنكسل وعلا مش عازل نروح ما نشي فهند إما أنا أنا جبت دوات بيدينا رشوة ولو تخفت تقوله لا أحنا الحمد لله بينخافش بس هيا الفكرة كلها أنا جبت ده مثلا هني دان رشوة دوات سينكر الله تابعه مش هايولك أنا تابع فلان فلان ليما صورتهم بش فيديو وقدمت الفيديو دا ليهم بدل وانت بتتكلم بطول في رشوة عشان مش محتاجة تصوير الموضوع مش محتاجة تصوير الموضوع بعين قدام الناس كلها مش محتاجة تصوير صح والله أنا غلطان الأهاوي بره كلها مليانة مليانة بأسام المرشحين كتير كلهم خمسين جنيه يعني تعرض عليها أنا شخصين خمسين جنيه ديسة والله بلاي خمسين جنيه وانت خارج مش عارف ايه وخلا يعني انت دي سوة بخمسين جنيه أقول حضرتك تعرض علي معنى من كتر أماشي يعني في الشوارع قدام مكرات كل مرشح خمسين جنيه بيش عارف الحج مين للأستاذ مين بش عارف ايه وهو هيساعد الشباب مش عارف اكتير يعني بص انا عاز اقول لحضرتك حاجة صغيرة وخالص النهاردة اول يوم ده يعتبر يعني ما بتحسبش بكرة تاني يوم اخر ساعتين حضرتك بس قافي قدام المدارس يعني انا مش اقول لحضرتك كلمة حد لا قافي قدام المدارس وشوف اللي بيحصل ايه قدام المدارس من المندوقين اللي مع المرشحين المرشحين مش شايف اي حد قلص من المرشحين ينفع تنتخب وتدلوا صوتك خالص شاب حتى زيك لا في واحد بس يعني اسكر اسمها عادي في واحد بس انا يعني في واحد يسكت بس يدوت نجح عبلي كده ومعمليش حاجة واللي نزل بعد كده بقى بتاع الدقيق ومش عارف بتاع الخوردة وبتاع ايه ده ايه عيعمل لي ايه دول شكرا